السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أم جانا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد طبعاً القشرة دي من المشاكل المزعجة عند ناس كتير وبالذات في فصل الشتة طيب النهاردة في الفيديو ده إن شاء الله أنا هقول لكم على إيه هي أسباب القشرة وإزاي نتجنب القشرة في فصل الشتة وكمان هقول لكم على المنتج ده ده منتج تحفة في التخلص من القشرة وده بديل لشامبو هيدن شولدرز لأن أنا كنت عملت ريفيو عن شامبو هيدن شولدرز قبل كده وكان في ناس قالت لي إنه هو مش جايب نتيجة معاه أول حاجة أنا هقول لكم على أسباب القشرة طيب أول حاجة في أسباب القشرة هي جفاف فروط الراس في فصل الشتة بسبب البرودة طيب تاني حاجة ارتداء أغطية الرأس يعني إحنا في فصل الشتة بنلبس الأيس كياب وبنلبس الطواقي عشان ندفي فروط الراس عشان ما نبردش تالت حاجة إلت الاستحمام أنا طبعاً أقدر الله مش بقول إن إحنا بنستحماش في فصل الشتة لأ أنا أصدق إن إحنا بنقلل عدد مرات الاستحمام الإسبوعية عشان ما نحسش بالبرد وده بيخلي فيه تراكم لخلايا الجلد الميتة والدهون وده من أكتر أسباب ظهور القشرة رابع حاجة نقص بعض العناصر الغذائية في الجسم طيب المفروض إحنا نعمل إيه عشان نتجنب القشرة دي أول حاجة نشرب مية كتير طبعاً شرب مية كتير ده بيخلي فيه ترتيب في الجلد نفسه عموماً يعني طيب تاني حاجة لازم نمشط شعرنا يومياً عشان نجري الدورة الدموية فيه فروط الراس وتغذي الشعر تالت حاجة نتجنب الحرارة المباشرة رابع حاجة بلاش السبغة السبغة طبعاً بصراحة أنا عن نفسي ما بحبهاش لأن أولاً السبغة بتجفف فروط الراس بتكسر الشعرية بتخلي الشعرية تحس إنها نشفة وبهتة نقصة رتوبة طيب إحنا فيه طرق كتير عشان إن إحنا نتخلص من القشرة فيه طرق طبيعية وفيه منتجات أنا كنت عملت قبل كده ريفيو عن هيدان شولدرز وفيه ناس محبتوش وما جابش نتيجة معاها فقلت أجيب لكم بديل لهيدان شولدرز اللي هو هيرو دوكس طيب وكل حاجة مكتوبة على العبوة الخواص ودواعي الاستعمال بس أنا برضو هقولها لكم كده بالتفصيل أول حاجة هو بيعالج شرط الشعر الكسيفة والمتصقة في فروط الراس تاني حاجة بيعالج التهابات فروط الراس الدهني طيب تالت حاجة بيساعد على تغذية فروط الراس والحد من التساقط وإن الشعر يقع الحاجة دي طيب بقى احنا بنستخدمه إزاي أول حاجة احنا بنحط الشامبو على شعرنا وبندلق الشعر وفروط الراس من 5 ل10 وبنسيبه قصدي من 5 ل10 دقايق وبعد كده بنشطفه بالمية طيب احنا بنستخدمه قد إيه من 2 ل3 مرات في الأسبوع في بقى شوية تنبيهات برضو لازم أقول لكم عليها طيب ايه هي التنبيهات دي؟ أولا ما نستخدمهش في الحمل أو للضرورة القصوى وتحت إشراف الطبيب لأن احنا عارفين إن فيه شوية منتجات طبية أو معظم منتجات الطبية دايما بيبقى فيه تحذير إن إحنا نستخدمها في أول شهر الحمل عشان ما يحصلش أي تشوهات بعد الشهر للجنين فيه حاجة كمان إحنا بنستخدموش أكتر من أربع أسبية وتبطلية طيب كمان ما بنستخدموش للأطفال كمان تركزي على النقطة دي النقطة دي تركزي عليها كويس جدا ما بنستخدموش استخدام يومي بشكل يومي عشان ما يبقاش فيه جفاف للشعر كده خلاص أنا خلصت آخر حاجة أقولها لكم هو العبوة أبارة عن 250 ملي السعر 52 جنيه أو حسب المنطقة اللي أنت فيها يارب يكون الفيديو عجبكو ونال إعجابكم وأكون أفدتكم استنوني إن شاء الله في فيديو جديد ولو بتزروني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته